مشاهدي الكرام أرحب فيكم أجمل تحية ورحب زميل محمد الوسمي من الستيديو وضيفه في الستيديو لكن مثل ما عودناكم في لقاءاتنا ونحن متواجدين مع إعلاميين ونخبة من الإعلاميين ويبقى بالقلوب الأمير الراحل الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح طيب الهضر اليوم عندنا ضيوف يعني إعلاميين لهم بصمة كبيرة في الإعلام معنا الأستاذ يعني كبير جدا في الإعلام ما شاء الله عنده مؤتمرات ومؤتمرات كثير الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للمنتقى الإعلامي العربي وكذلك معنا الأستاذ أسرار الأنصار الإعلامية كذلك راح نتحدث عن مناقب وكلمة رذاء للأمير الراحل الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراء لكن نبدأ مع ضيفنا الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للمنتقى الإعلامي العربي ساد ماضي عظم الله أجرك وأجر أحل الكويت بالفغيد الراحل الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح طيب الله ترى الله يرحم الشيخ صباح ويغفر له ويسكنه في سيح جناته بالتأكيد فقدنا مو بس في الكويت في الكويت والخليج والعالم العربي والإسلامي يعني شخصية رائدة وفريدة وبكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى شخصية فريدة لعدة أسباب ولعدة سمات الشخص كان قلب كبير ومنفتح نظرة بعيدة حب طاغي وظاهر يعني مبين عليه أنه يحب الناس يقف معهم دعمه ومساندته للدول الخليجية والعربية والإسلامية في كل المناسبات الإيجابية والسلبية في الأفراح وفي الأتراف في الأحزان وفي أفراحهم كان دائما متواجد حتى يعني آخر يوم في حياته كان لا يكف عن تلبية دعوة ولا يتردد عن تواجد وحضور مناسبة وكان شفته يعني إحنا كنا نشفق عليه على كبر سنة وحالته وكان يسافر في المناسبات ويلبي الدعوات لذلك يعني شخص بحجم ومكانة الشيخ صباح الأحمد عند العالم وهو الذي عرفه بأنه شخصية يعني توافقية ساهمة كثيرا في كثير من الأحداث والمواقف العربية والإسلامية في حل أزمات ومشاكل كبيرة وآخرها الأزمة الخليجية يعني ودور الشيخ صباحي يعني كان واضح وضار العيان ولكن لو أخذت تاريخه هو ستجد كثير من الأزمات والمشاكل منذ صغرة وأيضا شخص منجز يعشق الإنجاز وأنا يعني أقولك إياها عن مسؤولية وعن شخص عملت معاه عن قرب عملت معاه في الصحافة كصحفي عملت معاه كمستشار إعلامي في مكتبة لفترة عملت معاه كأمين عام الملتقى الإعلامي العربي هو الذي أمسك بيدي وآمن بفكرتي وآمن بهذا الملتقى وأدعمه إلى آخر يوم خطاباته كلمات لما تقعدوا يا مبسان أي أحد يحب الإنجاز يبي الناس المنجزة يبي يحقق إنجاز وكان يوصي حتى الوزراء وكنا نشوفه مو شيء خافي أنه عليكم بالإنجاز لذلك عندما نتكلم عن شخص بمكانة حجم شيخ صباح الأحمد فعلا نقول لك فقدنا كبير نعم أستاذ ماضي خلنا نتكلم كذلك عنه كان يدعم الشباب وكان نتقل حق ضيفتنا الأخرى الأستاذ إسراء الأنصاري العرامية أعظم الله جريتك أستاذ إسراء وكان الأمير الراحل طيب الله ثرار شيخ صباح الأحمد الجابر كان يهتم يهتم اهتمام كبير جدا بالشباب والعلامين الشباب صحيح في البداية أعزي نفسي وأعزي أهل الكويت والعالم كله بهذا الفقد أنك تفقد قائد مثل الشيخ صباح رحمة الله عليه هذا أمر غير عادي إطلاقا هو أساسا حدث إعلامي بحد ذاته لو تشوفه تأثروا فيه الناس من جميع الأماكن والمواطن والبلدان من مختلف الجنسيات الثقافات الديانات والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها وهذا ما يدل إلا على أنه هو فعلا قائد عرف أنه يوصل إلى قلوب الجميع اهتمامه بالشباب اهتمام حقيقي وصادق ولا تشوبه أي شائبة وهذا شيء احنا كنا نشوفه دائما في كل المناسبات التي تواجدت فيها ويخاطب الشباب فيها ويوصيهم وأيضا يوصي عليهم كانت ابتسامتها دائما موجودة وهذا الشيء اللي دائما نأهد عليه كان حتى لمن الشباب يكلمونه ولا يكونوا قاعدين يتكلمون جداما يتكرمون ولا غيره كان يحتضنهم في عيونه إذا ما كانوا هو اللي قاعد يكرمهم كان دائما وأبدا الاهتمام نابع من قلب محب وصادق وأب وكأنه فعلا أهل الكويت كلهم أبناء وإحنا تأثير علينا تأثير كبير لا سيما نتكلم في المجال الإعلامي تعلمنا أنه لازم نكون محظر خير دائما تعلمنا أنه لازم قد ما نقدر ما نضرب نبتعد عن التصعيد الإعلامي قد ما نقدر ما نستخدم أدواتنا الإعلامية بشكل سلبي بشكل ممكن يعزز أو يزعزع العلاقات في المجتمع أو في الإقليم أو في العالم كله تعلمنا منه أشياء كثيرة نعم سيد سراء الأنصاري الإعلامية يعني دائما الأمير الراحل كان يحث الشباب كان يجتمع مع رؤساء التحرير ورؤساء التحرير وصلوا الرسالة إلى الشباب اللي موجودين دائما يحثهم على كتابة الخبر الصحيح توصيل الرسالة الصحيحة للمواطن والمقيم حتى كان يعني دائما هو كان يعني يركز على نقاط كثيرة جدا في الصحابة صحيح هذا هذا بلا شك وأيضا أنت كانت دائما توصلنا التفصيات لذلك تلاحظ في أهدى كان الإعلام في سمة عفوية جميلة جدا تشابه حضوره سواء حضوره الشخصي أو حضوره الإعلامي لو تشوفه في أي محفل إعلامي أو في أي مكان إعلامي كان دائما هو 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 الشيخ صباح في البيت الشيخ صباح في الديوان الأميري الشيخ صباح في هذه المناسبة المعينة فلذلك تعلمنا منه الكثير وحرصنا أيضا أننا نطبق كل شيء يقوله وكان دائما فيه ممكن فيه كلمات بسيطة يقولها عن الشباب تأثر فينا ثروة الوطن الحقيقية نعم نعم أستاذ أسران أصار الإعلامي وعافية دائما ننتقل حق الساد ماضي الخميس لأنه ينتقل على العرب العربي الساد بابي كان مثل ما تفضلت الساد أسران كان يركز ارتكاز كبير جدا على الإعلاميين وكان الشباب يركز عليهم بتركيز كبير جدا لا بد أن كان فيه مواقف معكم حصلت في الملتغيات التي حصلت في دروت الكويت خاصة كان يستدعي كثير بالإعلاميين يرون العمل الإعلامي لكويت لماذا الشيخ صباح الأحمد كان يهتم بالإعلام كان هناك مواقف كثيرة الشيخ صباح كان يطع أفكار للقضاء النقاش وأسماء يعني كان لما كنت نقعد وياه قبل مثلا ملتقى نقوله والله هالسنة طويل عمر بنسوه شذي كان يذكر أسماء بعينها يعني يبوا فلان ويبوا فلان وكان يقول جملة لا تنسون من وقفوا إيانا من الإعلاميين كان يحرسكم أنا أنا حرصني أنا لا تنسى الناس اللي وقفت ويانا في الأزمات لا تنسى الناس اللي وفولنا لازم يكونوا أوفياء معاهم فلان لا أسماء كبيرة وكان يقول رحمة الله وهذا يعني شهادة حق أنا محاسب عليها حتى يبوا اللي عنده موقف يعني فاهم حتى اللي يعني يعني مو بس كلهم يشبون بعض يعني يبوا الناس اللي عنده انتقاد بالكويت يبوا خلي انتقدنا داخل الكويت خلنا نبين شو نحن ديمقراطيين وانتو تردون عليه انتو كإعلامي يعني شيء شيء من الرقي والانفتاح القيادي الإعلامي النادر ورؤية الإعلامية والفهم لمعنى إعلام انت اليوم ونتكلم بحقيقة من الصعب أنك تجي تسأل تشرح لمسؤول خطة إعلامية اللي يخاف لا تسوي شيء لا تكون ردة فعل الإعلام هو جرأة العمل وجرأة الطرح وجرأة النقاش وجرأة الأشخاص هو هذا المميز توصيل الرسالة هو توصيل الرسالة فهو الشيخ صباه الله أحمد رحمة الله عليه رحمة الله هو دبلوماسي وأعلامي هو يفهم ما هو الإعلام ويستوعب دور الإعلام ويتعامل بروح الإعلامي مع الإعلامين لذلك أنا كنت رئيس تحرير لفترة أربع أو خمس سنوات صحيفة والزملاء رؤساء التحرير الصحف المحلية وأيضا حضرت لقاءات مع صحفيين عرب جاءوا لعمل حوارات معه كان هو يحثك أنك تتكلم بصراحة هو يقول لك تتكلم بصراحة نعم أستاذ ماضي يمكن أنا خلني أتكلم من حث الشباب الكويت خلنا ننتقل الحلقة لأستاذ إسراء النصاري كان يحث الشباب الإعلامي على أمور كثيرة جدا يوصلهم رسالة مباشرة يعني في أمور كثيرة تهم دولة الكويت أكيد بكل تأكيد كان وايد يعزز قيمة الاستماع أنك أنت لازم تكون مستمع جيد سواء من خلال خطابات نرجع نقول أو أيضا من خلال الأشياء اللي كان يسويها أفضل مثال ممكن أضربه لما نحس أن الشباب كانوا محتاجين أن يتكلمون في رسائل لا بد أن توصل سوى مؤتمر لكويت تسمع أو صفي الديوان الأميري والكويت تسمع لشبابها هذا شيء وايد مهم وأيضا تكلم عن موضوع الإنجاز أنه هو محب للإنجاز أنا من خلال كتابتي في مجال الشباب أو أيضا من خلال عملي في مجال الشباب كان دائما وأبدا يحث على الإنجاز كان دائما يقول للشباب وأيضا للعاملين في المؤسسات الشبابية والقطاعات الشبابية أي شيء للشباب لابد أن يصير فتح لهم المجال فتح لهم المجال وأنت تقدر تشوف إذا أضرب لك أبسط مثال اهتمامه بالثقافة التي تعادل الاهتمام في الإعلام والثقافة والإعلام لما يكونون مع بعض ينتجون شيء كبير شوفوا مثلا الحيش الذي حصل شون أوصد ديوان الأميري مركز الشيخ جابر مركز عبدالله السالم صار فيه مثل ما نقول نهضة حضارية ثقافية إعلامية بشكل مختلف بشكل جميل بشكل عصري يناسب طموح الشباب الكويتي اللي فعلا طموحه كبير جدا وعنان السماء الثورة إدارة الأعمال اللي صارت هذه كلها من اهتمام الحقيقي مو بس في الشباب في الإنجاز أيضا في أن يكون هناك شيء كذلك مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله يعني هم من فيها شباب كثير وما شاء الله الكل ما شاء الله يعبر ويتحدث كل عن يعني الأمير الراحل رحمة الله عليه بكل تأكيد مثل ما دلنا يعني كان حتى تأثيره على الجميع من جميع المجالات إعلاميين قياديين ناس بسطة ناس مفكرين مثقفين وغيره كان كبير أنت تشوف العالم كله لمدة أيام إلى اليوم ما يتكلم إلا عن حزن فقط الشيخ صباح رحمة الله عليه الكثير من دول العالم والكثير أثعي لدولة الكويت لتعزية أهل الكويت لمكانة الأمير الراحل طيب الله ترى أستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتغى الإعلامي العربي يعني ما شاء الله أنت عندك ذكرات كثيرة جدا بدنا كلمة أخيرة مختصرة برثاء الأمير الراحل طبعا يعني نكرر الدعاء إلى الله عز وجل والابتهال أن يرحم الشيخ صباح لأحمد ويغفر له ويثيب كل الثواب على كل ما قدمه الكويت والخليج والعالم العربي والإسلامي بصماتها ستظل ثابتة ويعني إنارتها للطريق في الكويت ستظل راسخة ويعني الأمانة الآن بيد أيضا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الذي يعني كنا في كافة اللقاءات أيضا هو موجود وهيضا يعني عنده هذا البعد الإنساني وهذه الطيبة والأبوية تقعدوا يا شيخ نواف ما ودك يعني ينتهي اللقاء من كثر هذه الأطلال الأبوية طول عمره يعني معروف عنه ويبقى يعني حتى نهج الشيخ صباح عندما كان يرسخ هو ترسيخ لدور المؤسسات يعني البصمات التي وضعها في كافة المؤسسات يجب أن تكون ثابتة ومستمرة اليوم الكويت ومجالنا ومجال حضرتك ومجال أختي العزيزة أسرار هو الإعلام والثقافة عندما تتحدث عن بصمات الشيخ صباح من قبل يتم تشكيل حكومة من مجلة العربي 58 البصمات الثقافية والإعلامية ستجدها كثيرة أنت قلت على كلمة التي يجب أن نستذكرها وأنا عندي شواهد كثيرة تأثير الشيخ صباح على الإعلاميين العرب على الإعلاميين العرب وعلاقته فيه ما تكلم الكبار الذين عاصروا هناك أسماء كبيرة من لبنان والمغرب وتونس واليمن أنا شفت لقاءاته معهم نعم أستاذ ماضي لو نتحدث عن أمور كثيرة ما شاء الله ما شاء الله ويمكننا ما نقدر نخلص لا هذا جانبنا ستجد هناك تأثير شخصي للشيخ صباح هذا حضر زواجه وهذا مدر كذا وهذا راح معاه فأنا أعتقد الحس الإعلامي وحبه هو للإعلام هو الذي جعل هذا الشيء موجود نعم يعطيك العافية أستاذ ماضي الخبيس ننتقل إلى أستاذ أسراء لنصاري كلمة تريثاء باختصار بحق الأمير الراحل طيب الله نكرر الدعاء ونسأل الباري عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكن في سيح جناته ونؤكد ثقتنا وتفاؤلنا بالنهج الجديد بقيادة الشيخ نوافل أحمد الصباح حفظه الله ورعاه وإن شاء الله الشيخ صباح رح يظل موجود فينا أحنا في رسالتنا وفي كل شيء نسأل المشكورين عن اللقاء مشاهدي الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ ماضي الخميس الأمير العام للمنطقة العلامية العربي ونشكر كذلك لأعلامية الأستاذ أسرار الأنصاري مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا البرنامج ويبقى في القلوب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رح نرجع إلى الزميل محمد الوسمي لتكملة فقرات برنامج ويبقى في القلوب